قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدومين فمن بيتها وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فخلقنا العلقة مطغة فخلقنا المطغة عظاما فكسونا العظام نحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به نقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طول سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعاب لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ونقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فاوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين غنموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا وكذبوا بنقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشرمون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيها تهيها تلما توعدون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيها تهيها تلما توعدون أيها تهيها تلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون أكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه وآية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم سبرا كل حزب بما لديهم فرحون أذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفكون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا يوسها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تاكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرقون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتطرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قر إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقومون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنا تسهرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلقه ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الوالمين وإنا لا أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم النوت قال رب ارجعون نعني أعمل صالحا نعني أعمل صالحا فيما تركت كلا كلا إنها كلمة هو بائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكوتوا بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالي ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدناك فإنا ظالمون قالوا أخسأوا فيها قالوا أخسأوا فيها قالوا أخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتختموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها ومن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب يغفر ورحم وأنت خير الرحم ترجمة نانسي قنقر